خلنا نلعب ويا قناع باك مان هاي باك مان ليش شكل اللون اوه هاي شكل باك مان اذا يموت اذا تبي تعرفش اللون طلع قناع باك مان في اللعبة شاهد الفيديو للنهاية السلام عليكم معكم يا دقيق from the middle east little nightmares complete edition الحين متوفرة على نينتندو سويتش وهاي الاصدار بيشمل جميع القصص الاضافية والdlcs اللي نزلوا في السابق وحتى بيشمل pre order bonuses في الاصدار الاول للعبة على اجهزة البلايس تيشن 4 اكس بوكس وان والبي سي لما نزلت على هاي الاجهزة في 2017 واللعبة بشكل عام حصلت تقييم عالي جدا اغلب المواقع كانوا يعطونها بين 8 و 9 فخلونا نشوف اللعبة سلوب اللعبة بازل بلاتفورمر زائد وكل اللي بتسوي في اللعبة هو انك تحاول تشرد هاي المكان المخيف وتحاول تشرد من الشخصية الغامضة ورئيس الطماء اللي هي the lady من بداية اللعبة عندك خيارين حق الشخصيات تقدر تختار 6 البنت الصغيرة من القصة الاساسية او تختار kid اللي هو شخصية ثانية من ال DLCs واللعبة بشكل عام جدا قصيرة يعني القصة الاساسية بتقدر تخلصها في 3 الى 4 ساعات وقصة الشخصيتين بتقدر تخلصهم في 5 او 6 ساعات وبالنسبة للقصة في شيء وايد عجبني في هاي اللعبة ان اللعبة ما فيها قصة مو ما فيها قصة ولكن ما فيها cutscenes ما فيها احد يشرح لك القصة وما في اي شخصية ثانية بتقدر تتكلم معها علشان تعرف شنو القصة او شنو سر هاي المكان اللي انت فيه او ليش انت في هاي المكان في الاساس او شنو قاعد يصير في هاي المكان في الاساس كل شيء من ناحية القصة انت بتستنتجه بنفسك وانت تلعب وتشوف الاشيار اللي قاعد تصير حواليك في هاي المكان بدون اي شارحة او بدون اي cutscene او بدون اي قصة وهاي شيء وايد عجبني في اللعبة لان نفس الشخصية اللي في اللعبة انت ما تعرف شنو قاعد يصير عالم اللعبة وتجو اللعبة جدا اعجبني اولا سعز الشخصية والعالم نفسه حجم الشخصية جدا صغير مقارنة بباقي الاشياء في العالم فغرفة عادية وصغيرة بالنسبة للشخصية اللي تلعب فيها شيء كبير ومكان تقدر تستكشف في وايد وتتسلق على عديد من الاشياء فهاي الغرفة اللي صغيرة وبالنسبة للجو واللعبة والالوان اللي في اللعبة بتلعبها لعصابك وبتخلكتها بتعارف شنو موجود في كل غرفة وشنو ينتظرك في كل غرفة وشنو ينتظرك في الظلام ولكن اذا بعطي اللعبة جائزة بعطيها جائزة حق الصوت تصميم الصوت في اللعبة جدا مميز ويعطيك جو وصج فيلم رعب يعني اللعبة ما فيها voice acting ما فيها تمثيل أصوات ولكن المؤثرات الصوتية في اللعبة هي يمكن أكثر عامل اللي بتخليك تخاف في اللعبة وبتخليك على عصابك طول الوقت وإذا قاعد تستخدم سماعات السويتش أوكي ولكن عشان تحصل التجربة الكاملة للصوت في اللعبة أنصحك أنك تستخدم سماعات للسويتش إذا كنت لعب اللعبة بالشكل المحمول ولكن إذا قاعد تلعب على التلفزيون وبعد عندك سماعات سراون لو بعد الغرفة ظلام خلاص برز روحك حق التجربة الكاملة للعبة البلاتفورميك في اللعبة جدا ممتاز والتصميم العالم وايد حلو والبوزلز اللي لازم تحلهم علشان تشرد من ضماء ممتازين أغلبهم سهلين وبتعرف تحلهم بكل سهولة ولكن في بعضهم اللي يبيلك شوي كان محاولة علشان تعرف شلون تقدر تحلهم غير أنك تحاول تشرد من ضماء وتغلب كان باس في اللعبة في بعض الأشياء البسيطة اللي لازم تجمعها في اللعبة شي حلو حق ربعنا التروفي هونترز عندك صنم القيشة لازم تكسرها وعندك النومز لازم تعطيهم هاقز هاي بالنسبة للسكس وبالنسبة لكيد لازم تجمع كل الرسائل اللي في الغراش إذا أنت من محبين ألعاب الرعب هاي اللعبة إضافة حلوة حق ألعاب النينتندو سويتش لأنهم مو لعبات ترعب نفس باقي ألعاب الرعب اللي متعودين عليهم ولكن فيها عوامل تخوف وتشوق في نفس الوقت وحتى يمكن تزورك في أحلامك أو كاوبيسك إنزا شلون طلع قناع باكمان اللي هو حصري حق Little Nightmares على النينتندو سويتش بس كل اللي عليك تسوي إذا عندك أميبو باكمان سوي الرجستر أول في الستينج مول للسويتش وبعدين في شاشة البداية كل اللي عليك تسوي سوي سكان الأميبو بتطلع لك هاي الرسالة الحلوة بعدين ادخل على الأكستراز ودخل على الماسك وبتشوف ماسك باكمان ترجمة نانسي قنقر